انا شايفك ايمان ان الشاب دلوقتي ما ينفعش نجاوز قبل 30 سنة ده انا شايفك ايمان كده يعني انا بنوتا انا لو بنتي انا اقول لها مش قبل 25-26 سنة انا بنتي او انا هتكلم عن بنتي حقيق حقيق حبيبة بنتي لا انا قررت ان اتخلص جامعة وتخاطبت اكتر مرة في الجامعة ورفضت ما هي الام اللي هي عامل عشان كده بكلم الامهات بنتي تبقى فرحانة بولد معها في الجامعة وووو بحبه وده بديب لا 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 برفض تلا بعد ما تخلص الجامعة تفكيرك هيتغير 180 درجة فعلا خلصت الجامعة بقيت انا اللي بسعى ان يبقى ليها كرير وبقت بتشتغل دلوقتي وليها كرير دلوقتي جايت ولي قولها سنتين تلاتة كمان لان وهي لسه بتبتدي كريرها هي لسه برضو مش فاهمة هي بتتحسس الحياة ابتدت تبقى ليها مرتب تفرحانة بفلوسها ابتدت تشيل مسئولية ان انا لا ما اتأخرش على شغلي انا ليه بحكي الحدوتة دي تجبت الخلاصة بالحديد لي اه يعني هو ده الواقع اللي حضرك الام لازم تبقى كده ده الواقع اه تعرف حضرك وكل العرسان اللي بيقولها مادين تمام جدا وولد ناس جدا وكل حاجة حلوة انا مش بقول ده بس انا بخاف ليه لان انا اتجوزت بدري اهي الموزيع اللي معاكو قادة اتجوزت بدري فالموضوع كان صعب مش حلو يعني فجأة انا متجوزت 19 سنة فاللهو لا فجأة انا بقيت لفسي زوجة وولاد وبيت وقيتها ولازم اطبخ ولازم ننظف ولازم اعمل وكاريري انا كموزيع وبقولها هو قدامكو على الهواء انا اتأخرت في كاريري جاي عشر سنين يعني انا كنت بدأ صغيرة موزيع صغيرة وكنت نجحة جدا في بداياتي فجأة لقيت نفسي لا في طفلة مسؤولة مني في روح لازم تاكل وتشرب وتنام فكان القرار صعب وده اي ست صغيرة بتتجوز ربي صح وقديهم وقت ولا شوف حياتي وكاريري وابقى مشهورة فانا اخترت ان انا ربي فاتأخرت بيدي دلوقتي يقولولي ايمان انتي بفوت بقى اشهر ميكاب كتير اولهم انا كان عندي رسالة اهم فبتبقى حيرة جبارة ما بين البيت وما بين الكارير وما بين فلا عذاب يعني الجواز بدري ده عذاب علجني نفسي يا ابن عشر لانا حاسة ان انا اتأخرت في كارير كتير اللي حاضرتك قلتي ده شوفيه الاب والام نموذجين ايو في اب وام انا مش عايز اتكلم كلم صعب يقولك اللي حصل معايا يحصل معاك مثلا عايز انا بقول اوه كانوا يجابولي عشان يجيبلك ايو انا بقى ضد المبدأ وفي واحد انا اب تاني وام تانية عايز يستفيد من تجربته هو ويحاول يعني ينقل خبرته لولاده بالشكل الايجابي يعني لو انا مرت بمشكلة مش عايز ولادي يمر بنفس المشكلة يمر بنفس المشكلة لو انا مثلا مرت بحاجة انا عايز ولادي يعني يبقوا افضل منه يتفادوا الغلطات اللي الواحد عملها عشان يبقوا احسن اه ما سامع القلب احيانا بالنسبة للبنت بالذات الزواج بيكون مرتبط بتعليمها لان اللي بيتم بشكل مبكر ده على فكرة بيقضي على فرصتها في التعليم لو واحدة تجوزت قبل 18 سنة مش هتتعلم مش هتتعلم مش هتكمل جمعه لا خلاص الموضوع انتهى فاذا هي مرتبطة بالتعليم حضرك قلت التعليم رسالة تكمل رسالتها انا كأب ممكن اجا اقول استوب هي كملت رسالتي معها وعلمتها تتجوز ايو ممكن حضرك كأم تقولي لا اي انا كمل رسالة اخد معها خطوة كمان ووظفها وخلاها تاخد كرير وتشتغل وعندها استقلالية واعتماد على نفسها ايو ما تعتمدش علي حتى انا كأمها ما تعتمدش علي ولا انت رأيك ايه الواحدة يكون تتجوز صغيرة فيكون عندها ترومة كمان من العلاقة تكون كمان مش فكرة كمان انها كبرت يعني خلينا نبص حتى صحيا ما هي اوكي حتى لو انا وصلت لسن البلوغ بس ده مش معناه ان انا الهرمونات بتاعة الجسم انتظمت للدرجة انها ممكن تستحمل دوت تخلف وتردد فليه من حق كل واحد ان هو يكون كمان مبسوط بحياته وفرحان بولاده وفرحان بالعلاقة مع الشريك بتاعه ده المفهوم الطبيعي للجواز وغالبا الناس اللي بيكونوا اقل في التعليم او اقل حتى في الظروف الاقتصادية بالذات من البنات يعني او على اقل الحالات اللي انا قبلتها كانت يعني الموضوع بيبقى انها يعني خليها توفر مصرفها خليها بتبقى اكيد زي ما الدكتور قال انها بتكون خرجت خلاص من التعليم فهي دايرة كده من القهر كده مقفولة وعملة تلف اه لا ضحية وبتلف في دوامة وللأسف الستات اكتر كمان يعني حتى يمكن لو احنا دلوقتي بيتكلمي الام والاب اوكي دا جميل جدا لكن غالبا الجده اللي بتبقى اتجاوزت صغيرة بتبقى شخصية متحكمة جدا في البيت فانت لازم تقنع الجده كمان لو الاب والام حتى اقتنعوا جده مش هتسكت لا دا انا هنرجع للنقطة دي لان فعلا موضوع الجده دا مهم وموضوع تجربة الام دا مهم وعي الام يعني ساعات بحس ان الام بتضحي بولاده لو ما احنا ايه ما اتجاوزنا كده وكان ايه اللي حصل لا 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 دا بدري بدري وفيه كمان اراء ان لا انا اجاوز بنتي بدري قبل ما تبتدي تفهم يعني انا بشوف ستات تقولك ايه لا دي لو ابتدت تستوعب مش هتتجاوز خالص ومهرها هيقل هتدفع مهرها يقل كل ما بتبقى اصغر المهر بيها لا لو مش هتجاوز خالص لان هتشوف تجارب فهتلاقي ان الحياة مش وردية زي ما هي كانت متخيلها اشتركوا في القناة